السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هؤلاء المجتمعون هنا كلهم تركستانيون تركستان شرقية محتل من طرف الصين الشعبية هؤلاء كل الناس موجودين هنا من سنتين ثلاثة لا يقدرون يتصلون بعائلتهم ولا يعرفون مصير عائلتهم وأفراد عائلتهم هناك في تركستان الشرقية في زمننا هذا هل يعقل أن الناس لا يقدروا يتصلوا بأخوانهم وأبائهم وأمهاتهم ويعيشون منفصلين عن العالم هذا الصورتين أنا ماسك في يدي فوق العالم الكبير اللي خدم طول عمره لخدمة الإسلام والمسلمين استشهد في سجن الصين الشعبي وعمره 85 سنة وأخ الصورة التحت هذا ليس عالم ديني ولا له علاقة بالدين الإسلامي هو عالم تركي لكن هو كان يطلب من حكومة الصينية حقوق الشعب الأيغوري حسب قانون الصين الشعبية لكن بسبب أنه يطلب حقوق الشعب الأيغوري حسب قانون الصيني هو سجن وحكم بالسجن المؤبت وهو آن من عشر سنوات في السجن وفي كل عوائل المجتمعون هنا إما في السجون أو في مخيمات تربوية المسمى المخيمات تربوية لكن المخيم هذا بالإسم فقط في الحقيقة كل من دخل هذا المخيم من سنتين من ثلاثة سنوات لم يخرج أحد منها والآن نسمع أخبار أن حكومة الصينية ينقل ملايين من الشعب الأيغوري إلى داخل الصين ويوزعون على سجون الصينية لكي يقتلهم بإبادة جماعية وفي ناس يخرجوا من السجن الصيني لكن بعد خروجهم بشهور يموتون لأنهم يضربون يعطون بعض الأدوية والحقون اللي يؤثر بعد كم شهر فبهذه الطريقة حكومة الصينية تريد أن تتخلص من شعب كامل وعددهم خمسة ثلاثين مليون الآن بدأوا يقتلون سواء المتدينون أو غير المتدينين يعني كل شعب الآن مطلوب من طرف الحكومة الصينية وحكومة الصينية تدعي أن الشعب الأيغوري كلها إرهابية أو متطرفة المهم يتهمون باتهامات ليس لهم علاقة لا من بعيد ولا من قريب حسبنا الله نعم الوكيل